يا اهلا بالفيلموية بيحكي فيلمنا النهاردة عن واحدة ستة غنية جدا بيخسر جوزها شغله وبيغرقوا ساعتها في الديون وحالتهم المادية بتبقى صعبة قوي وده اللي بيخليها تلجأ انها تشتغل لكن محدش بيرضى يشغلها وما بيبقاش في فرصة قدامها الا انها تشتغل عاملة نظافة بس المفاجأة انها بتكون عاملة نظافة في البنك الفيدرولي وهنا بتطمع وبتبدأ تفكر ازاي تسرق فلوس من البنك لكن ازاي عملت كده كل ده ما نعرفه من خلال احداث فيلمنا وهو فيلم الاثارة الامريكي ماد ماني لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية دي بريجيت وده جوزها دان اللي بيكون بيشتغل في شركة كبيرة جدا وبيقبض مرتب كبير وده ميخلي حالتهم المادية مرتاحة بس جوزها بيتروضوا من شغله بعد ما شركته بتندمج مع شركة تانية وبيفضل سنة قاعد في البيت عاطل وفي يوم بتروح لحفلة واللي هناك بقى بتعرف منهم ان جوزها عارض بيتهم للبيع بترجع بيتها وبتتخانق مع جوزها علشان هيبيع البيت اللي حلتهم وهنا بيقول لها فوق يا ماما احنا مديونين بامتين وتسعين الف دولار فبتقول له ساعتها احي هي ملتش احي يعني بس بتقول له احنا لازم نحاول نلاقي شغل وبتبدأ بقى تدور على شغل في الجرائد والمجلات وبتروح بس كل ساعتها بيرفض يشغلها علشان سنها كبير وكمان قلت امكانياتها كان موظفة لحد بقى ما بتجي الشغلة بتاعتها علشان تتخانق معاها وده لانها ما بتدفع لهش فلوس والكلم ده بقى له شهرية فبتقول لها والله يا بنتي كان على عيني بس انا هو على الله حكيتي بقتش لقى ياكل حتى بتطلع الشغلة بقى بتاعتها بنت اصول وجدعة وبتقول لها انا هقولك على مكان تشتغل فيه ودول طلبين عاملة نظافة وانا ماينفعش اروح لانهم ما بيوظفوش الناس اللي عليهم احكام فروح انت بقى يا ست الكل وبتروح بقى تاني يوم للمكان ده واللي بيكون البنك الامريكي الفيدرالي حاجة كده ما شاء الله دولارات داخلها دولارات خارجة عبال عندكم كده رب وبتبدأ بقى تعرفها مديرتها نظام الشغل في البنك وتديها تعليمات وبتدخلها معها قوضة كاميرات المرأبة علشان ينظفوها وهنا بتبص للشاشات وبتشوف كمية كبيرة او من الفلوس بتخليها تنصدم بس رئيس البنك بياخد باله منها وبيقولها اوعد ماغك تروح لبعيد يا امر وبعدين بتدخل على الاوضة اللي بيتلفوا فيها الدولارات الزيادة عن موازنة الدولة وهي كل اللي بيدور في دماغها انهم هنا بيرموا الدولارات في الزبالة وهي في نفس الوقت مش لاقية تاكل بيشتراحوا لها بقى نظام امن البنك وان الاقفال بتاعت السندي كلها متأمنة وملهاج غير مفتاح واحد بس ومعرفش بيشتراحوا لها ليه بس هو وبترجع بقى بيتها بعد ما بتخلص شغل وبتشكل جوزها قد ايه الشغل ده متعب بتدخل المطبخ وبتيجي تفتح الحنفية بس هوب بتتكسر في ايديها وساعتها بيحتاجوا واحدة تانية بتروح بقى السوبر ماركت علشان تجيب واحدة تانية وهناك بتدور على حنفية علشان تشتريها بتلمح بعنها افل شبه هقفال سنديق فلوس البنك بالزبط انا بقى يا معلم بتبتدي الحكاية وبتبدأ المعلمة تشغل دماغها بقى وبتقول لنفسها كده انا قدر اسرق البنك عادي جدا وبتقعد تدور على ناس يساعدوها واول حد بتفكر فيه هي الست زميلتها اللي شغالة على المكنة اللي بتفرم الفلوس واللي بيكون اسمها نينة بتحاول تقنعها باللي هي بتفكر فيه بس التانية بترفض وبتقول لها انها ست وحيدة وكمان عندها عيال يتامة وعايزة بقى تعيش تحت رجليهم وتربيهم ومش عايزة تدخل السجن هنا ما بتسيبهاش في حالة وبتروح لها بيتها وبتوريها القفل اللي هي اشتريته وبتقول لها انها اكتشفت ان امن البنك ما بيفتش الزبالة هنا بقى بتوافق نينة على طول انها تسرق البنك معها هنا بقى بيحتاجوا حد تالت معهم وبيختاروا بنت كده مرووشة اسمها جاكي مسئوليتها انها تنقل سندي الفلوس وبيعودوا ساعتها يرقبوها واللي في يوم وهي ماشية بترقس كعدتها بتوع منها شنطتها وبيلاقوا فيها حقا بيفكروها انها بتشرب مخدرات لكن المسكينة بتكون عندها سكر وبتاخد انسولين وبالليل بيقعدوا معاها وبيقولوا لها عن اللي هم عايزين يعملوه وبتوافق وبيتفقوا على كل حاجة تخص العملية والدنيا بتبقى زي الفل بس هنا بتطلب من جاكي تبطل تشرب مخدرات بس الكلام بيجرح جاكي وما بتقول لهمش انها بتاخد انسولين مش مخدرات نيجي بقى للتاني يوم وده يوم شروق العملية بتحط بريجة القفل اللي هم شارينه في توكة الحزم بتاعها وده علشان الجهاز ما يصفرش عليها ويدخلها بيه بتدخل بيه وتغير هدومها وتحط القفل في خزنتها بيجي بقى وقت التنفيذ وبيعملوا الاشارة اللي اتفقوا مع بعض عليها بس جاكي ما بترداش تقوم معاهم ولما بيسألوها مالك بتقول لهم انا مقالاهم العملية دي جدعان بيردوا عليه وقول لها نعم روح مامتك جاية دلوقتي تقولي كده مبيعملوش العملية اليوم ده هب بقى وهم خارجين اخر اليوم بيحصل تفتيش مفاجأ بتقول لهم مش قلتلكم مقلقة واليوم اللي بعديه بيقرروا خلاص ينفزوا العملية بتدخل بريجة قوضة سندق الفلوس علشان تنضفوا متلم الزبالة وهي بتعمل نفسها بتمسحهم بتبدل ساعتها قفل صندوق من السندق بالقفل اللي معاها وبعدها بيجي دور اللي بتدخل الاوضة وبتاخد صندوق الفلوس علشان تنقله وهي واقفة مستنيا الاسانسير بتفتح الصندوق وبتاخد منه فلوس وبترميها في الزبالة اللي وراها وده بدون ما كاميرات المرابع تاخد بالها بتروح بريجت وتفتح صندوق الزبالة وتاخد كيس الزبالة اللي فيه واللي هو اصلا في ايه? ايوة في فلوس خليك مركز معاك بعدين بيجي بقى دور نينا اللي لما الصندوق بيوصل لها علشان تفرم الفلوس اللي فيه بتقوم بديله القفل تاني وترجع له القفل الاصلي. وبياخدوا كيس الفلوس وبيدخلوا الحمام وبيحشروا كل الفلوس تحت هدومهم. وبيغيروا ساعة هدومهم وبيجوا علشان يخرجوا من البنك. بس البنت اللي اسمها جاكي بيكون في فلوس باينة منها من تحت هدومها. بيحاولوا ينبهوها بس هي دماغها في السحاب وبتقعد تشاور لهم. وبتقف نينا مع فرض الامن اللي بيبقى بيحبها. وبتحاول تشغيله علشان ما يشوفش جاكي. مدير البنك بيكون مركز في كاميرات المرقبة. وبيطلع يجري ناحيتهم بعدين بياخد كرنيمن على الارض. وبيديه لبريجيت. ويقولها فتح يعاني كمدام ومتخليش حاجة طوع منك مرة تانية. وقتها بتاخد جاكي بالها من الفلوس وبتخبيها. وبينجحوا في اول عملية. وبيقدروا يخرجوا من البنك بالفلوس. بيعودوا بقى مع بعض كده يقسموها وبيبقوا فرحانين جدا وبيرقصوا في الاوضة. بيسمعهم بقى مين? جز بريجيت. بيدخل عليهم ويشوفوا الفلوس الكتير قوي دي. بعدها بتقعد معا بريجيت وتشرح له الموضوع كله. وبيقول لها ان هو مش عايزة تدخل للسجن. وبيطلب منها ان دي تكون اخر مرة. تقول انت عبيت? اخر مرة ايه? ده احنا لسه بنقول يا هادي. بس وعد مني اول ما قدر اسرق مبلغ يكفينا بقى حياتنا هبطل سرقة. فبيقول لها اه ازا كان كده ماشي. وبتبدأ بقى المعلمة تتكتك للشغل التقيل. بتقعد تسرق البنك هي وزميلها وبيجمعوا فلوس كتير قوي. وحالتهم المادية كلهم بتتحسن وبيبقوا اغنية جدا. وبيفضلوا على الحال ده لمدة ست شهور. بعدها بيتجمعوا علشان يبطلوا ويسرقوا تاني زي ما اتفقوا مع بعض ان هم هيوقفوا شغل احد ما ياخدوا كفايتهم. بس بتطمع وبتقول لهم لا مفيش توقيف شغل. وبتقف في صفاها جاكي. بيعودوا ساعتها كلهم يتخنقوا مع بعض. بتقول لهم نينا انا موافق انكمل شغل بس بشرط واحد. يا اما بقى اشتغلوا مع نفسكم وورينا حلواتكم. فبتقول لهم الشرط ان هم ما يصرفوش من الفلوس دي دلوقتي علشان ما يتقفشوش. وكلهم ساعتها بيوافقوا. بس بريجيت الغبية بتروح تشتري خاتم ماس بسبعين الف دولار. نينا بتشوفوا معها وبتقول لها احنا مش اتفقنا ما تصرفش من الفلوس. وبتقوم واخداء منها ورميها في الحمام. بعدين بقى بيجي وقت تنفيذ عمليتهم. بس مفتاح القفل بتاعهم بيقع من نينا في الحمام. وللاسف النسخة الاحتياطي بتكون مع جاكي. واللي بتكون في تاني دور وما بيعرفوش يوصلوا لها. فبتتصل على جوزها وبيروح لصاحب جاكي وبيكلموها علشان تنزلوهم المفتاح. وبتقول لهم انها مش هتقدر تنزل وانها هتسيب المفتاح في الأسانسير. بتجري جاكي وبتاخد المفتاح وبتحطه في قلب البنى وبتلزقها في الأسانسير. بس في الوقت ده بيكون مدير البنك واخد باله ان بريجيت غيبت جوة الحمام وهي بتنظفه. فبيروح لها ويقولها بتعمل ايه? بتسوء الجنان عليه وبتقعد تشتكله من ادوات الشغل البيضة. وبتطلع تجري ناحية الاسانسير وبتاخد اللي بانا من على الحيطة. وبتزع عقل الناس اللي فيه وبتقول لهم مش عيب عليكم كده تبقى اكبر ولسه بتعملوا الحركات دي. في نفس الوقت بتكون نينا مش عارفة تفتح الصندوق علشان المفتاح مش معاها. بياخد باله منها الزابط الامن اللي معاها. فبتقول له ان عندها شد عضلي ومش عارفة بس تفتح الافل. بريجيت بقى بتيجي وبتلحقها وترملها المفتاح بسرعة. وبتفتح الصندوق والموضوع بيعد على خير الحمد لله. بس الزابط الامن ساعتها بياخد باله. بعد ما بيخلصوا شغله وبيروحوا بتلاقي نينا الزابط الامن مستنيها برا. فبتفكروا هيحاول يعترف لها بحبه زي كل مرة. بس المعلم بقى بيبقى قاري الليلة كلها وبيقول لها انها مخبية فلوس تحت تهدومها. وبيطلب منها تقول زمايلها يبطلوا سرقها وإلا هيبلغ عنهم. فبيتجمعوا بالليل ويعود يفكروا في حل اللي اللي حصل ده. وبيقترحوا على نينا انها تدي له وش حلو. وده بما انهم عارفين ان هو بيحبها. وبكده بقى ممكن يكون شريك معهم في العصابة دي. وبعد محاولات كتير بتوافق نينا. وبتروح له البيت بتاعه علشان تتكلم معها. وبتتفاجئ لما بتلاقيه عايش مع امه وبعدها بدأت تحكيله حوارها من طقطة لسلام عليكم. ساعتها اخينا بيوافق ويبقى شريك معهم في العصابة. بيتجمعوا بقى في البار اللي متعودين يتجمعوا فيه. وبيقول لهم جز بريتجت ان لازم كل واحد فيهم يكون عنده مصدر دخل تالي. وده علشان الحكومة ما تشكش فيهم. الشغل كبر منهم والدنيا بقت عالي العال. لدرجة ان هما ما بقوش لقين اماكن يخبوا فيها الفلوس. وصل بهم الحال ان هما يحطوها في علا بالجبنة او في اكاس الزبالة. بتعمل بريتجت وجوزها حفلة في بيتهم وبيعزموا فيها صحابهم. وبيقول لها جوزها انه تعرض عليه يمسك مدير شركة. وبيفرحوا ساعتها. بس بتلمح كده راجل شكله غريب في الحفلة. وبتكون ولا هي ولا جوزها يعرفوه. تاني يوم بيروحوا البنك كعادتهم بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا الراجل اللي كان في حفلتهم هناك. وبيعرفوا انه عامل في مباحث الاموال. والمعلم ده بقى بيبقى عارف كل حاجة عنهم. وبيدخل يقعد مع مدير البنك ويحكي له الحوار كله. بس التاني بيتعصب عليه وبيقول له انت فكرني مش عارف احب البنك بتاعي ولا ايه. وبيطردوا من المكتب. ولما بيعرفوا الجماعة الحوار اللي حصل معهم ده بيقرروا يحرقوا كل الفلوس اللي معاهم. وبالليل بتجمع جوزها كل الفلوس اللي معاهم وبيحطها في العربية اللي عايشين فيها. وبيوصلوا فيها قنبلة. واول ما يمشوا بعيد عن البيت بيفجروا. وبتولع ساعتها كل الفلوس. بس الشرطة بقى بتكون برقباهم وبتقبض عليهم. في نفس الوقت ده بتكون نينة برضو بتحرق الفلوس اللي معاها. بس للأسف البوليس قدر يقبض عليها. نروح بقى لبريتجيت اللي اول ما بتحس ان البوليس بيشم خبر بتاخد شنطة فيها فلوس وتخلع وتسيب جوزها. ساعتها البوليس بيدخل عليه وهو بيقطع الفلوس وبيمسكه. وبتدخل العصابة كلها في السجن ما عادة بريتجيت اللي بتكون هربت. بيروح بقى المفاتش بتاع المباحث الفيدرالية وبيقابل بريتجيت. فبيقول لها سرقت الفلوس ليه? بتقول له ساعتها اسبت علي حاجة لو تعرف. وبتسيبه وتروح لمندي وبرايس صحابها هي وجوزها. واللي بيكونوا محاميين وبتحط شنطة فيها فلوس قدامهم. وبتطلب ساعتها من برايس بصفة محامي انه يخرج جوزها وصحابها من السجن. وبيروح فعلا معها وبيترفع عنهم. ولما جوز بريتجيت وزمايلها بيشوفوها بيفرحوا. وده لانهم كانوا فكرينها اخذت الفلوس وهربت وسبتهم. بتبقى الشرطة ساعتها مش عارفة تثبت عليهم حاجة. خصوصا بعد ما مدير البنك خاف على نفسه ليتدبس معهم فنفت تهم عنهم وخرجوا كلهم براءة. بس الشرطة بتستولي على كل فلوسهم اللي في حساباتهم. وكمان بيترفضوا من البنك. كل واحد فيهم بقى بيشتغل شغلانة تانية. بس بيتجمعوا مرة تانية في يوم الايام. وبتاخدهم وبيروحوا البار اللي كانوا بيتجمعوا فيه. وبتاخدهم ساعتها للمخزن. بتطلع بقى مخبية فلوس كتير او في المخزن. والحكومة ما كانتش تعرف عنها اي حاجة. وبيقسموها ساعتها على بعض. وبيعيشوا بالفلوس دي. ودي طبعا فلوس حرم ما لنشدعه. الحد هنا بيخلص فيلمنا. طبعا في نهارة او عجبك فيلم المهاردة ما تنساش تشترك في القناة فعلى التنبيهات. وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه هتنزل. شوف كم الحلقة الجاي. سلام.